لا تذلني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك أبى الله أحبتي إلا أن يذل من عصاه نعم والله أبى الله إلا أن يذل العاصين فترى سواد ظلمة المعاصي في قلوبهم رأيت الذنوبة ميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها ومن ظلمات المعاصي أحبتي على القلوب أنها اسمع أخي الحبيب وتأمل تلك الظلمات بل ربما سجلها بقلمك حتى تبتعد عنها وهي والله من العلم الذي ينبغي أن نتعلمه لأنه يزكي النفس ويطهرها والله سبحانه وهو القائل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها من الظلمات أن المعاصي تطفئ غيرة القلب فلا يغار على نفسه من المعاصي ولا على أهله ولا على الناس فيشاهد هو وأهله الفحشة والمنكر والفجور عبر الفضائيات يشاهد الخنى والعهر والفساد فلا يحرِّك ساكنه بل ربما أثار غيره إلى مشاهدته بل ربما أعطى غيره والعياذ بالله تلك الظلمات فأفسد نفسه وأفسد من حوله نعوذ بالله من حال أولئك الناس أرأيتم أحبتي الظلمات أرأيتم ذهاب الحياء من قلوب العاصين وصدق والله رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم أن قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كيف يصل الإنسان إلى الحياة كيف يصل الإنسان إلى الإيمان كيف يصل الإنسان إلى الخوف والمراقبة لله بالبعد عن تلك الظلمات بالبعد عن تلك الظلمات ظلمات المعاصي والموبقات فكم صنع الناس أحبتي اليوم من أمور وموبقات ومهلكات لا حياء فيها وكم رأى بعض الناس من محرمات فأفسدت قلوبهم بل ربما انتكسوا والعياذ بالله في أفهامهم وفي أفكارهم حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا بل ربما اشتغى الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى فانطبق فيه قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كم أوقع العاصين أنفسهم في الظلمات حتى ضاقت صدورهم وكثرت همومهم وأحزانهم في عدم حصول المعصية لهم والله سبحانه وتعالى قائلا لهم ومن أعرضا عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كم أوقع العاصين أنفسهم أحبتي في الظلمات فلم يقبلوا الحق من العلماء والدعاء وطلاب العلم والأتقياء والآمرين بالمعروف والناهين على المنكر فعاشوا في الظلماء ففتنوا أنفسهم وبعدوا والعياذ بالله عن طريق الهداية وهو القائل سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حراجا أحبتي في الله كم جلبت المعاصي لأصحابها الذنب اسمع للظلمة اسمع للظلمة من ظلمات المعاصي كم جلبت المعاصي لأصحابها الذنب بعد المدح والشرف فصار يسمى العاق لوالدين والعاصي والفاجر والقاطع لرحمه ويسمى الكاذب والزاني والخائم والظالم والمرتشي أعوذ بالله أليست هذه ظلمات أحبتي نعم والله كم جلبت المعاصي لأصحابها المعيشة الضنك في الحياة الدنيا وفي البرزخ بالعذاب المهين كم جلبت الصحبة السيئة الفاسدة التي تجره إلى الرذيلة فيجتمع عنده قرين السوء والشيطان والنفس الأمارة بالسوء فانطبق فيه قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض من يبعد عن الهدي النبوي وعن القرآن والسنة تكون عقوبته قوله تعالى نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدوا لهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون كم جلبت المعاصي والذنوب تعسير الأمور فيجد الأبواب أمامه مقفلة ممحوق البركة في ماله ورزقه وولده وأهله وأعظم تلك الظلمات أحبتي أعظم تلك الظلمات ضياع تعبه وعمله سدًا وهباء من صلاة وصيام وعبادة لأنه يضيعها بمعاصيه وذنوبه بالغيبة والنميمة وسوء الظن والكلام الفاحش البذيء فهو المفلس يوم القيامة الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتدرون من المفلس أتدرون من المفلس فإلى متى أحبت الركون إلى الدنيا إلى متى الركون إلى الشهوات والملذات إلى متى نترك الباقيات الصالحات إلى أن يفجأنا الموت ونحن في لهونا وغينا ومعاصينا يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعصي الهوى فالهوى ما زال فتان أما ترين الملايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا أبعد خمسين قد قضيتها لعبا قد آن أنت قصري قد آن قد آن ما بالنا نتعامى عن مصائرنا لنسى بغفلتنا من ليس ينسانا أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذ عانا صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغين شوانا مضى الزمان وولى العمر في لعبين يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان أحبتي في الله ومن ظلمات المعاصي ظلماتها وأعظم تلك الظلمات على الدين نعوذ بالله من ذلك فالمعاصي أحبتي تزرع أمثالها وكلما وقع الإنسان في معصية جرته تلك المعصية إلى معصية أخرى حتى يصعب في النهاية التخلص منها فتحرمه تلك المعصية الطاعة بل ربما تبغضه في عمل الصالحات بل ربما تدخله في اللعن والغضب من الله إذا ارتكب تلك السيئات والعياذ بالله وإذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بل ربما أحبتي توجب له كراهية الله ووالله ليس هذا كلامي إنما هو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله قال إن الله لا يحب من لا يحب كل كفار أثيم وقال تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما خوان وأثيم يعني واقع في الذنوب فالله لا يحبه أي ذنب وأي عقوبة أن الله لا يحبك أيها العاصي بل إن الله غفور رحيم يريد لك الهداية ومن ظلمات المعاصي ظلماتها كذلك على البدن فإذا ضاع قلب الإنسان الذي هو مدار حياته وصلاحه ثم ضاع دينه الذي هو أعظم شيء عند الإنسان استحق هذا العبد العاصي العقوبات الشرعية كالحدود في البدن والكفارات والتعزيرات وغيرها واسمع أخي الحبيب وتأمل وتدبر معي كتاب الله إن كان لك قلب يعقل إن كنت تعقل وتتدبر كتاب الله وهو القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فإن الله توعد من أوقع نفسه في الظلمات والمعاصي بالعقوبة بالعقوبة في الدنيا والآخرة قال الله فليحذر الذي لن يخالفون عن أمره ما هي العقوبة؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال أهل التفسير في تفسيرهم للفتنة إما أن يصاب ذلك العبد الذي أوقع نفسه في الظلمات بالشك وسوء الظلم أو الردة أو العياذ بالله بالتردد والحيرة فيعيش العياذ بالله في الهموم والغموم والأحزان أو يصاب بالحد من الكفارات والتعزيرات والسجن في الدنيا بارتكابه لكبير من كبائر الذنوب فيقبض عليه ثم يودع السجن والعياذ بالله إن لم يصب بالفتنة فسيصاب بالعذاب الأليم في الآخرة هذه هي عقوبة من أوقع نفسه في ظلمات المعاصي أن يصاب بفتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة وكم نسمع أحبتي من القصص المؤلمة التي والله يندى لها الجبين لأناس وقعوا في المحرمات حتى وقعوا في الحدود والتعزيرات فهم الآن بين غياه بالسجون هل ينفعهم ندمهم؟ دموعهم؟ كلامهم؟ استشفاعهم؟ كلا والله إلا من تاب منهم وخرج من السجن بتوبة نصوح ليصحح المسار والطريق إلى الله بل ربما كثير من الناس لم يرجع فمات والعياذ بالله على سوء خاتمة نعوذ بالله من ذلك أحبتي اتصل علي شاب وأنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سنة من الآن وقال يا شيخ إني أريدك في موضوع مهم وكنت حينها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فقابلت الشاب وكان عليه سيم الصلاح والهداية والثبات والاستقامة فأخذ يحدثني عن ظلمات المعاصي والمُبِقات التي وقعت له وكيف أنه كان شاب مؤمن حافظ لكتاب الله على هداية هو وأسرته على دين ولكن جلساء السوء ورفقاء المعصية والعياذ بالله جرّوه إلى الظلمات من ظلمة إلى أخرى من دخان إلى كمور ومخدَّرات إلى ضياع للصلاوات إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله فوقع وترك طريق الهداية والقرآن والثبات الذي كان عليه يقول بعدما أخبرني بتلك القصة الطويلة المؤلمة يقول تنقلت من مدينة إلى مدينة وأنا والعياذ بالله في تركي لصلاوات الله وفي تركي للدين وفي ضياعي وعقوقي لأهلي وأبي مشينا والعياذ بالله في طريق كلنا نزعم أنه طريقٌ يؤدِّ إلى الراحة والسعادة وما هي والله إلا لذَّة وقتية تنتهي بنهاية المعصية والعياذ بالله يقول كل يوم في مغامراتٍ دنيئة وكل يوم في ظلمات حتى حصل ما حصل يا شيخ كنت أنا وصديق الذي جرَّني إلى المعصية ترجمة نانسي قنقر